نظم النادي الأرثوذكسي في عبدوند وتنتنى ولد دورة الإعلامي في مواجهة العنف وتطرف والكراهية وتوجيه الأداة الإعلامية في الاتجاه الصحيح لا سيما في الوقت الراهن وادع المشاركون وسائل الإعلام إلى تصحيح المسار خاصة مع وجود العديد من وسائل الإعلام الخارجة عن السيطرة مؤكدين ضرورة توعية الشعوب من الرسائل التي يطلقونها من قبل تلك الوسائل كما لفت المتحدثون إلى ضرورة تعميق لغة الحوار ونبد الأفكار التكثيرية التي تدعو إليها التنظيمات الإرهابية التي غلبت لغة القتل والحرق ولما لهذه الأجندات ولما لها من أجندات من أخطار في زعزعة استقرار وأمن المجتمعات البشرية حيث أن الأردن من هذه الناحية يعد نموذجا للوئام والتعايش نحن مزبوط بعيدين عن الخطر المباشر لكن بس نطلع على الخارطة كل اللي حولينا نيران مشتعلة كلها نيران مشتعلة وأنا أؤيد تماما أنه ما في خطر على الأردن من الخارج لكن في خطر على الأردن من الداخل والخطر مش بمعنى خطر يعني إرهاب مباشر لكن الخطر يعني يستدعي العمل على تحصين الجبهة الداخلية تحصينها من ناحية الإعلام من ناحية المناهج من ناحية الخطاب الديني من ناحية الفرص الاقتصادية أنا أعتقد يعني المكمن الخطر هو الوضع الاقتصادي مكمن الخطر فبدك أنت منظومة متكاملة من العمل لتحصين الجبهة الداخلية